السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في قناة كورشي ييتيوب مع سيام البنهوي. النهاردة هنعمل اندروير لمقاس اكس لارج. وفي نهاية الفيديو هنقول باقي المقاسات الاسمول والمديم واللارج. واتمنى الفيديو يعجبكم. لأول مرة تشوف اعمالي ما تنسيش تدوسي على الزراري الاحمر اللي تحت الفيديو. تدوسي على الجرس عشان يوصل لك كل جديد. وما تنسيش لايك. ونتابع مع بعض الادوات والخطوات. الادوات اللي احنا نستخدمها نستخدم خط كوتون جولد. هنستخدم معاها بالرقم تلاتة. والمركر والمتر وابرة التنظيف والمقاس. اول حاجة هنعملها السلاسل بتاعتنا. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر. كده عملت اتناشر سلسلة. هرتفع تلات سلاسل واحد اتنين ثلاثة. وادخل في رقم اتناشر. واعمل عمود بلف. واشتغل في كل جرزة عمود بلف. في كل سلسلة عمود بلف. بدخل في الحلقة. واسحب الخيط. واخد حلقتين في حلقتين. كمان مرة. بدخل في الحلقة. واسحب الخيط. وابع معي تلاتة حلقات على ابرأ اخد حلقتين في حلقتين. واكرر لغاية نهاية الصطر. وصلت نهاية الصطر. ارتفع واحد اتنين ثلاثة. واعمل عمود فوق كل عمود. طبعا انا مش بشتغل في المكان اللي ارتفعت في التلات سلاسل. بشتغل في الغرزة اللي بعضها على طول. عمود. التاني. كده تلات عواميد زائد التلات سلاسل الارتفاعي يبقى اربع عواميد. هشتغل في كل جرزة. عمود بلف. بغاية ما وصل لنهاية الصطر. انا كده عملت الاتناشر عمود. فاضل اخر عمود. هاخده في تالت سلسلة. من ثلاث سلاسل الارتفاع. طبعا الثلاث سلاسل الارتفاع اللي احنا عملناهم في بداية الصطر من تحت. طبعا بنحسبهم معي. يبقى كده تلات عمود. هارتفع واحد اثنين تلاتة. واقرر الشغل. عندي هنا بدخل في العمود لبعد التلات سلاسل الارتفاع. وبياخد عمود. بعد كده عمود فوق عمود. واقرر. هعمل تسعة ادوار. انا كده عملك تلاتة. هعمل كمان ست ادوار بنفس النمط. انا دلوقتي خلصت التسعة ادوار. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة. دلوقتي هنبتدين نعمل التزايد. واحد اتنين تلاتة. وهنلف الشغل. وفي نفس الغرزة اللي احنا ارتفعنا فيها التلات سلاسل هناخد عمود بلف. بالشكل ده. بعد كده عمود فوق عمود. لغاية ما نوصل عن نهاية السطر. وصلنا عند نهاية السطر واخر غرزة. اللي هي في السلسلة التالتة هناخد غرزتين. هدي اول عمود. التاني. يبقى في اول غرزة واخر غرزة. خدنا غرزتين. السطر اللي بعده. واحد اتنين ثلاثة. هناخد عمود فوق كل عمود. عمود فوق كل عمود. يبقى سطر تزايد وسطر من غير تزايد. عمود فوق كل عمود. وصلت عند نهاية السطر. وهاخد عمود واحد في الحلقة الثالثة. من الثلاث سلاسل. السطر اللي بعده واحد اتنين ثلاثة. سطر اللي بعده كده تزايد. في نفس المكان اللي ارتفعنا في الثلاث سلاسل هناخد عمود. اللي بعده عمود. عمود. يبقى سطر تزايد وسطر من غير تزايد. سطر تزايد وسطر من غير تزايد. هنعمل ست قسطر بالنمط ده. وصلنا لنهاية السطر في السلسلة الثالثة. وهناخد فيها عمودين. واحد اتنين. انا هنا علمت على التسع تسطر. وبعد كده فيه تلات سطور. تزايد ومن غير تزايد. تزايد واللي بعده هيبقى من غير تزايد. هنعمل ست تسطر. احنا عملنا منهم تلاتة. يبقى فاضل تلاتة. اخلصهم وارجع لكم. انا كده خلصت الست دوار. سطر تزايد وسطر من غير تزايد. سطر تزايد وسطر من غير تزايد. سطر تزايد وسطر من غير تزايد. طبعا التزايد بيبقى في اول غرزة واخر غرزة. والتسعة دوار غرزة فوق كل غرزة من غير اي تزايد. دلوقتي هنبتدي نعمل السطور اللي بعد كده. هرتفع واحد اتنين ثلاثة. وهاخد تزايد. غرزة في نفس المكان. بعد كده غرزة فوق كل غرزة. يبقى غرزة تزايد في بداية السطر. ونهاية السطر. بالشكل ده. اول غرزة تزايد. واخر غرزة هيكون فيها تزايد. خلصت السطر واخره تزايد. بعد كده هرتفع واحد اتنين ثلاثة. وفي نفس المكان تزايد. عملت غرزة مع الثلاث سلاسل. بعد كده عمود فوق كل عمود. يبقى كده اول سطر بعد الست سطر. اول سطر تزايد. والسطر اللي بعده تزايد. هعمل سبع سطور بنفس النمط. سبع سطور. الغرزة الاخيرة. فيهم تزايد. انا كده خلصت السبع تدوار وقابلهم الستدوار وقابلهم تسعة تدوار. دلوقتي هنقس المجموع كله الجزء الامامي طلع اتنين وعشرين سنتر. دلوقتي احنا هنعمل الجزء اللي عالجنب. زي ما احنا شايفين بالشكل ده. هنعمل عشرين سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتة اربعتاشر تمستاشر ستتاشر سبعتاشر تمنتاشر تسعتاشر عشرين. واخد سلسلة الامان. وهقص الخيط. لما اجي اشد الخيط بالشكل ده. الغرزة رقم عشرين ما تروحش مني او تضيع. هاجي الناحية التانية في السلسلة الاخيرة من الثلاث سلاسل. وهاعمل نفس الشوك. اسحب الخيط. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر واخد ارتفاع تلات سلاسل واحد اتنين تلاتة. في السلسلة رقم عشرين ااخد عمود بلفة. بالشكل ده. بعد كده اياخد سلسلة. انا كده اخدت تلات سلاسل ارتفاع واخدت في عمود في الغرزة رقم عشرين. واخدت سلسلة. بعد كده اسيب سلسلة وادخل في اللي بعدها ااخد عمود. اللي بعدها كمان عمود. بالشكل ده. بعد كده سلسلة. واسيب سلسلة وادخل في اللي بعدها عمود. اللي بعدها كمان عمود. واخد سلسلة. واسيب غرزة وادخل في اللي بعدها عمود. كمان عمود في الغرزة اللي بعدها. واخد سلسلة. واسيب غرزة وادخل في اللي بعدها عمود. اللي بعدها كمان عمود. بالشكل ده. واكرر لغاية نهاية السطر. بتبقى بالشكل ده. بتخربة. بناخد عمدين. وبنسيب غرزة. وبنعمل سلسلة من فوق. مسافة. وهكذا. عمودين سلسلة وبنسيب غرزة من تحت. وبنكرر ناخد عمودين في غرزتين. وبعدين بنسيب غرزة وندخل في اللي بعدها ناخد عمود. واللي بعدها عمود وهكذا لغاية نهاية السطر. بعد كده السطر اللي بعده. بدنا ارتفع واحد اتنين تلاتة. واللف الشكل وناخد عمود فوق العمود. وسلسلة فوق السلسلة. عمودين. عمود. كمان عمود فوق العمود. عمودين. وبعدين سلسلة. وعمود. وعمود فوق العمود. بالشكل ده. زي ما احنا شايفين كده. بعدين كده سلسلة. عمود. عمود. بعدين سلسلة. عمود. عمود. سلسلة. عمود. عمود. سلسلة. عمود. عمود. وبعدين سلسلة. ونقرر لنهاية السطر. دلوقتي احنا عملنا خمس تدوار. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. خمس تدوار. من فوق. وقابلهم سبعة. سبعة عمود فوق عمود. طبعا التزايد في نهاية السطر واوله. قابليها في ست ادوار. سطر تزايد وسطر من غير تزايد. وقابلهم تسعة دوار. عمود فوق عمود من غير اي تزايد. دلوقتي هنعمل الجزء الخلفي. هناخد سلسلة الامان. ونقص الخيط. دلوقتي احنا بعد ما خلصنا الجزء الاماني الامامي هنبتدي نعمل الجزء الخلفي. عندنا هنا في السلاسل. هندخل في تالت سلسلة وناخد عمود بلف. هرتفع ثلاث سلاسل. وهنعتبر معانا عمود بلف. واحد اثنين ثلاثة. وهنشتغل عمود فوق كل عمود. دلوقتي اعملت الثلاثتاشر عمود. هرتفع واحد اثنين ثلاثة. وهالف الشغل واعمل عمود فوق عمود. عمود فوق عمود. ده كده تاني سطر في الجزء الخلفي. هعمل كمان سطر يبقى ثلاث سطور. عمود فوق عمود. انا كده عملت الثلاث سطور. واحد اثنين ثلاثة. عمود فوق عمود بنغير اي تزايل. بعد كده هنعمل تزايل. نرتفع واحد اثنين ثلاثة. وهنلف الشغل. وهناخد عمود في نفس المكان اللي ارتفعنا به الثلاث الثلاثة. بعد كده عمود فوق كل عمود. عمود فوق كل عمود. انا كده نهية السطر باتنين عمود في نفس المكان. تزايد. يبقى التزايد في نهاية السطر وبداية السطر. هرتفع واحد اثنين ثلاثة. ولف الشغل. واعمل برضو نفس الكلام. تزايد. عمود في المكان اللي فيه الثلاث سلاسل. بعد كده عمود فوق كل عمود. يبقى التزايل في بداية السطر ونهايته. زي ما احنا شايفين كده. وصلت لنهاية السطر. وهشتغل اثنين عمود في اخر غرزة. وهي حس اثنين. بالشكل ده. هعمل اربعتاشر سطر تزايد. انا عملت منهم دورين. يبقى فاضل اتناشر دور. اخلص وارجع لكم. انا كده خلصت الى اربعتاشر سطر. تزايد في كل سطر في النهاية والبداية. اربعتاشر دور. وفي نهاية السطر عملت خمستاشر سلسلة. خمستاشر سلسلة. هنعمل الناحية التانية نفس الكلام. هجي هنا في ثالث سلسلة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر. انا دلوقتي حطى صباعي على الغرزة رقم خمستاشر وارتفع واحد اتنين تلاتة. ادخل في الغرزة رقم خمستاشر وعمل عمود سلسلة. وهسيب غرزة وادخل في اللي بعدها عمود. اللي بعدها كمان عمود. سلسلة. وهسيب غرزة وادخل في اللي بعدها ااخد عمود. اللي بعدها كمان عمود. سلسلة. واكرر لغاية نهاية السطر. هنعمل نفس الشغل اللي احنا عملناه في نهاية الجزء الاولاني. انا كده عملت سطرين. هعمل كمان خمس سطور زي الجزء الاولاني. من هنا. انا هنا عملت خمس سطور فوق بعض. نفس الكلام من الخلف هنعمل خمس سطور. احنا عملنا اتنين هنعمل كمان تلاتة. انا دلوقتي خلصت الخمس دوار واحدين تلاتة اربعة خمسة. الوقتي هنبتدي نعمل كنار الاندروير. هنرتفع سلسلة. وفي نفس المكان هناخد ورزة حشو. وفوق العمود هناخد حشو. في السلسلة هناخد حشو. فوق العمود حشو. العمود حشو. وفي السلسلة هناخد حشو. وهنشتغل كده لنهاية السطر. وصلت لنهاية السطر. هناخد حشو في السلسلة. وحشو فوق العمود. وحشو فيه نهاية السلسلة التالتة. بعد كده هناخد سلسلة. في الكورنر. وبعدين عندي هنا السلسلتين هناخد اتنين حشو. وعندي هنا في العمود هاخد اتنين حشو. واحد اتنين. وصلت لنهاية السطر. انا اشتغلت داير ميدور. هنيجي هنا في الزاوية. هناخد عمود. حشو في العمود. وحشو. في العمود. حشو في السلسلة. وعندي هنا اخر عمودين. هاخد حشو. وحشو. بعدين هاخد سلسلة عشان الزاوية. واجي هنا في العمود اللي بالعرض ده. هاخد فيه اتنين حشو. واحد. اتنين. والعمود اللي بالعرض ده برضو هاخد فيه اتنين حشو. واحد. اتنين. العمود اللي بالعرض. هاخد اتنين حشو. واحد. اتنين. كمان مرة. واحد. اتنين حشو التانية واخد سلسلة واقفل في اول غرزة احنا اخدناها. واخد سلسلة الامان وقص الخيل. دلوقتي احنا خلصنا الاندروير. وهناد مع بعض الاضوار اللي احنا عملناها. احنا في البداية خالص. عملنا التسعة دوار اللي هو عمود فوق عمود. وبعد كده عملنا ست دوار. آآ دور تزايد ودور من غير تزايد. وبعدين عملنا سبعة دوار تزايد في اول السطر واخر السطر. سبعة دوار. بعد كده عملنا تلت دوار عمود فوق عمود. بعد كده عملنا اربعتاشر سطر او اربعتاشر دور تزايد من آآ في الغرزة الاولى والغرزة الاخيرة. بعد كده عملنا خمس دوار عمودين سلسلة زي ما احنا شايفين. الناحية التانية نفس الكلام عمودين سلسلة. دلوقتي هنقيس مع بعض. هنجيب المثلة والنقيس. الطول اربعة وعشرين سنتي. اربعة وعشرين سنتي. العرض اربعين سنتي. اربعين سنتي. اربعين سنتي. وبنعمل سلاسل على فتلتين. نعمل سلاسل عادية. على فتلتين. طبعا بتربطيه بالطريقة اللي تريحك. مقاس لارج. هنبتدي باثناشر سلسلة. يعني حوالي ستة سنتي سلاسل. وهنرتفع تسعة تدوار. تسعة تدوار من غير تزايد. بعد كده هنعمل ست دوار. اه دور تزايد من غير تزايد. وبعد كده هنعمل ست دوار تزايد في اول السطر وفي اخر السطر. الست دوار كلهم تزايد من اول السطر. في اول سلسلة. في اول عمود. واخر عمود. بعد كده هنعمل الخمس تدوار اللي هو عمودين سلسلة عمودين سلسلة خمس تدوار المنطقة الخلفية هنعمل تلت تدوار من غير تزايد بعد كده تلتاشر دور في اول غرزة واخر غرزة تزايد بعد كده هنعمل الخمسة سنتي او الخمس تدوار بتوع عمود عمودين سلسلة عمودين سلسلة ده مقاس مقاس مديم هنبتدي بعشر سلاسل يعني تقريبا خمسة سنتي سلاسل هنرتفع تسعة تدوار نفس الكلام في الاكس لارج واللارج بعد كده ست دوار تزايد في اول السطر واخر السطر والسطر اللي بعده من غير تزايد وهكذا سطر تزايد وسطر من غير تزايد هنعمل خمس تدوار تزايد في اول عمود واخر عمود بس الخمس تدوار نفس الكلام بعد كده هنعمل خمس تدوار عمودين سلسلة عمودين سلسلة وهكذا هنيجي في المنطقة الخلفية. هنعمل تلات دوار من غير اي تزايد. بعد كده هنعمل اتناشر دور تزايد في اول عمود واخر عمود بس. في الاتناشر دور. بعد كده هنعمل الخمس دوار اللي هو عمودين سلسلة عمودين سلسلة وهكده. مقاس سمول هنبتدي بعشرة سنتي بعشر سلاسل يعني حوالي خمسة سنتي سلاسل. خمسة سنتي سلاسل. هنرتفع ثمن تدوار. ثمن تدوار عمود فوق عمود من غير اي تزايد. بعد كده هنعمل ست دوار دور تزايد ودور من غير تزايد وهكذا. بعد كده هنعمل خمس تدوار تزايد في اول عمود واخر عمود. الخمس تدوار كلهم. بعد كده هنعمل خمس تدوار عمودين سلسلة عمودين سلسلة في الخمس تدوار. عندنا هنا في المنطقة الخلفية هنعمل دورين بس عمودين عواميد دورين بس بعد كده هنعمل اتناشر دور تزايد في اول عمود واخر عمود بس في الاثناشر دور بعد كده هنعمل خمس دوار عمودين سلسلة عمودين سلسلة طبعا في المقاسات اللي احنا خدناها دي كلها طبعا في المنطقة الامامية بنعمل عشرين سلسلة هنا وهنا عشرين سلسلة وفي المنطقة الخلفية بنعمل خمستاشر سلسلة يمين وشمال خمستاشر سلسلة زي ما عملنا في المقاس وفي كده الاندروير بيكون خلص معنا والاول مرة تشوف اعمالي ما تنسيش تدوسي على الزرارة الاحمر اللي تحت الفيديو ودوسي على الجرس عشان يوصل لكل بديد وما تنسيش لايك واشوفكم ان شاء الله في فيديو بديد مع السلامة